السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا اليوم الخميس 15 إشباط فبراير طبعا القمر اليوم موجود في برج الثور ورح يظل موجود في برج الثور لغاية الساعة 7 و 38 دقيقة من مساء يوم الجمعة لا ينتقل بعدها القمر لبرج الجوزة القمر الآن موجود في منزلة الثورية وهي منزلة جيدة تنفع للبدء بكل شيء وغير مناسبة لإظهار أي شيء ومناسبة للسر والكتمان وإخفاء الأمور رح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة 5 و 44 دقيقة من صباح اليوم الخميس لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الدبران وهي منزلة سيئة لا تصلح إلا للعداء والمشاكل ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد القمر بما إنه موجود في برج الثور معناته بنصبح أكثر حذرا هذا اليوم ومن ميل لحماية ممتلكاتنا ونادرا ما نبحث عن أشياء جديدة يجب أن نعتمد على أنفسنا ماليا وأن لا نفكر في اقتراض المال من البنوك أو الأصدقاء أثناء وجود القمر في برج الثور ينصح ببدء خط التوفير أو شراء عقار أو قضاء وقت ممتع في المنزل بالنسبة للزوايا الفلكية أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين زحل هاي الزاوية رح تكون الساعة أربعة وستة وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج بنصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحسب المسئولية مناسبة للسيطرة على الذات والثبات والحذر وبتمنحنا الجدية وحسن التنظيم والتوازن في إدارة أعمالنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين المشتري هاي الزاوية رح تكون ذروتها الساعة ستة وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج بنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومن حاول أن نساعدهم قدر الإمكان يعني زي عمل إنساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية تمنحنا العطف والمودة وبنحظى بالشعبية واليسر المادي والصحة والحضوة عند الجنس الآخر ونجاحات مادية كمانها بتساعدنا على التعرف على أشخاص ذوي نفوذ وبتمنحنا تقدير رؤسانا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين عطارد هذه الزاوية رح تكون ذروتها الساعة 38 و35 دقيقة مساء بتوقيت جرينيج بعض الأشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لا طائل منها وبتجعلهم مزاجية طباع هذه الزاوية هي مصدر للتوتر خصوصا للأشخاص اللي بكونوا متعبين نفسيا أو من زيادة يعني الأحمال أو الضغط احتمال بعض الأشخاص يتعرضوا لبعض الحوادث كإصابات أثناء الحركة أو أثناء القيادة وبرضو ما منحسن التحكم في أفكارنا وكلامنا وذاكرتنا بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية خلال هذا اليوم وما لازم نجري لها عمليات جراحية كبرى عندنا العنق والحنجرة الحبال الصوتية الغد الدرقية اللوزتين وتفاحة آدم أما بالنسبة لباقي أعضاء الجسم فما في أي مشكلة لإجراء عمليات جراحية هذا اليوم هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لا يصلح لإزالة الشعر الزائد بالليزر يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما إنه موجود في برج الثاور زي ما حكينا يوم الغد الجمعة ساعة ثلاثة عصرا بيبدأ عنا خلو المسار ورح يستمر خلو المسار لغاية الساعة سبعة وثمانية وثلاثين دقيقة مساء لا يستقر القمر بعدها في برج الجوزاء بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المربع عمر ست أيام في تمام الساعة سبعة وثلاثة واربعين دقيقة صباحا بصير سبع أيام نسبة الإضاءة تنين واربعين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الدلو حتى يوم تسعتاش اثنين منتحس الآن بنسبة عشرة في المية ساعات الفجر سعيدة بنسبة ثلاثين في المية القمر في الثور حتى يوم ستعاش اثنين سعيد الآن بنسبة خمسة واربعين في المية ساعات الفجر سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية ساعات الصباح سعيد بنسبة خمسة في المية ساعات العصر منتحس بنسبة عشرة في المية عطارد في الدلو حتى يوم ثلاثة وعشرين اثنين منتحس الآن بنسبة أربعين في المية ساعات المساء منتحس بنسبة عشرة في المية الزهرة في الجدي حتى يوم 16-2 منتحس بنسبة 10% المريخ في الدلو حتى يوم 22-3 منتحس بنسبة 10% المشتري في الثاور حتى يوم 25-5 سعيد بنسبة 30% زحل في الحوت حتى يوم 29-6 سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثاور حتى يوم 1-9 سعيد بنسبة 15% ونبتن في الحوت حتى يوم 2-7 سعيد بنسبة 15% وبلوتو في الدلو حتى يوم 2-5 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا هذا اليوم بيحمل معاه فرصة مالية بتكون مفاجئة وبإمكانك إدخال تحسين على ميزانيتك لأنه اليوم في فرص لمكاسب مالية هاي الفرص بتيجي عادة من عمل إضافي أو مستردات هبات أو ممكن تعالج استحقاق مالي أهم مش إنك ما تتسرع بتوظيف الأموال بل دقق بالتفاصيل تطمع إن خواطرك نوعا ما وبتتحسن المعنويات بشكل ملحوظ برج الثاور بالنسبة لموليد برج الثاور طبعا ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط والطاقة عالية جدا اليوم وبإمكانكم كتبادر لخطوة جديدة دعم من مركزكم الاجتماعي بتتحسن المعنويات بشكل ملموس وبتنطلق في ورش جديدة وممكن تتشجع لمواجهة واقع صعب برضو بتمارس اليوم إرادة قوية مع إن دفاع ونشاط وحماسة وبتنتصر على كثير من الاعتبارات برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا القمر موجود في بيت المتاعف عشان هيك هذا اليوم بيتطلب منكم يعني عدم المبالغة في جهدكم الجسماني إنجزوا ما بوسعكم من عمل متراكم دون إهمال صحتكم لا توقعوا على عاقد وما تبدأوا عمل جديد هاي فترة فارغة من الحظ حلل الأمور بهدوء وابتعد عن الأضواء ولا تقرر على شيء عشان ما تخيب آمالك يعني بمعنى آخر اعمل بشكل روتيني برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان اليوم بتسعدوا من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم ممكن يفاجئكم أحدهم بتصرفاته أو طلباته أهم شنك ما تبقى وحيد لأن الظروف واعدة بتعاطف وتأييد لتحركاتك وبتفرح بداعم جهة ما وأيضا اليوم ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد من اتصال أو لقاء مفاجئ يعني في نوع من أنواع لقاءات والتعاون المتبادل برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا هذا اليوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تعديل على طبيعة عملهم بوسعكم إثبات جدارتكم للمسؤولين أهم شنك ما تتذمر من كثرة الأعباء والضغوط لأن الضغوط كبيرة وكثيرة خلال هذا اليوم لكنها فترة مهمة حاول أنك ما تسمح لعواطفك بالتأثير سيطر على سلوكك وأداءك سيطر على أعصابك حتى لو شعرت بالإنزعاج برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء بيصلكم خبر من بعيده وبتنجحوا اليوم في أمور إلى علاقة بالسفر أو الاتصالات وبتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم بترتفع المعنويات وبتزداد فرص النجاح بشكل كبير وبتعود للإمساك بزمام الأمور هذه فترة إيجابية جداً بيسهل خلالها الحوار وبتفرح بخبر أو تجاوب بعض الأطراف معاك بعض موليد برج العذراء ممكن يهتموا بمسائل تتعلق بالسفر بالنسبة لموليد برج الميزان طبعاً اليوم بيحمل للكم فرصة لمكسب مالي إلى صلة بشراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب للكم بتكون بحاجة للرعاية سارعوا لتهديئة الخواطر وترتيب الأوضاع ممكن تتخلى عن مطلب أو عن خطوة أهم شأنك تتصرف بدون تباطو لتصحيح الأوضاع وعادة بعض الأمور لنصابها وممكن تنشغل بمعاملات وأوراق بالنسبة لموليد برج العقرب هذا اليوم يوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني وبوسعكم تعزيز شراكاتكم أهم شيء أن تتجنبوا الانفعالات اللي ممكن تخفي عداوة لاسيما مع الإدارات والمسؤولين والشركاء اللي هو شركاء العاطفة أو شركاء العمل يعني ما بين الأزواج وبحذرك من المشاركة بأي جدال أو صراع لأنك راح تكون الخاسر والخصم قوي وشرس برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس رغم تراكم العمل إلا أنه عندك قدرة على إنجاز حصة الأسد منه نظم جدوى الغذاءكم وخذوا قسط كافي من الراحة وما تلتهوا ومن المستحسن إنك تبدأوا عملكم باكرا إذا أردتوا النجاح أو نتائج مرضية فترة مثمرة وسعيدة تتلقى نتائج لمجهودك السابق وبتنطلق في مرحلة جديدة برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي بترغبوا في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم وبوسعكم ممارسة نشاط فني أهمش أنه ما تترددوا في التعبير عن عواطفكم حاولوا تكريس مزيد من الوقت لا أحباكم ابتنموا بعض العلاقات وبتزدهر لكن لا تسمح لشؤونك الشخصية بالتأثير على سلوكك برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وأيضا بإمكانك تعزيز الروابط العائلية ابتنشغلوا اليوم بمسائل عائلية أهمش أنك ما تترك أي شخص يحبط طموحاتك أو يتدخل في شؤونك حاذر من الخلافات وما تضخم الأمور ابتبدو مرهف الإحساس ومتوتر بسبب قلق ما برضو هاي الفترة بتحمل سفر أو ارتباط أو وعك صحية برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت بتنشطه في مجال الدراسة والسفر والاتصالات ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة وبيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار حافظوا على الموضوعية والهدوء والرصانة أثناء التعامل مع الغير حصن نفسك بالمعنويات المرتفعة بتكون تنقلاتك مهمة وبتمتع بسرعة خاطر وقوة الأفكار والأعذار أنت اليوم نشيط وعندك نوع من أنواع الحماسة رغم تواجد كل الكواكب في بيت المتاعب اللي بتعركس عليك وبتضغط عليك بشكل كبير إلا أن هذه الزوايا تعمل بصيص أمل هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يهرض الله ورض الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء